أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 52.756.339 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلق النسخة الثانية في 31 يوليو الماضي وحتى 2 سبتمبر في جميع محافظات الجمهورية ووضحت الوزارة أن الحملة قدمت أمس 1.835.499 خدمة مضيفة أن الحملة قدمت 711.655 خدمة من خلال قطاع رعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ونحو 419.870 خدمة من خلال قطاع رعاية العلاجية إلى جانب تقديم 105.765 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة كما قدم قطاع الطب الوقائي 49.105 خدمات بالإضافة لتقديم 11.410 خدمات من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 70.338 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشر بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات